كابتن جدو المدرب العام لنادي بيراميدز جدو مساء الخير سأل فول سأل فول لكابتن سيب اخبارك ايه وحشنا حبيب اخبارك ايه كله كويس وحشنا كله تمام الحمد لله الف مبروك الفوز النهاردة مباراة جيدة لبيراميدز الحمد لله ثلاث نقط مهمين جدا ضد طريق صعب الحمد لله ثلاث نقط مهمين في مشوارنا يعني شفت النهاردة المباراة ازاي وفي اوقات النهاردة بيراميدز كان محتاج يعمل المنتدى ما كانش افضل حاجة الشوت الاول لقطات حنجيبها قدامنا دلوقتي ولكن ادري ان يطلع بالتلاث نقط من الضبط يمكن احنا بدأنا المباراة النهاردة كابتنسيف شوية كاسة شوية او مكناش بدأنا بقوة في اول مباراة وده ادى فرصة للفيوتشار ان هو يستحوز في اول مباراة على الكورة وقدر ان هو يسجل هدف لكن بعد الهدف بدأنا نمسي الكورة ونستحوز وصلنا للمباراة شوتشار اكثر من بره والحمد لله لعبتنا ادرت انها ترجع بالتعادل وهنانا كسبنا المتشف اخر دية فالحمد لله يمكن يحسب النهاردة للروح بتاعت اللاعب انها ادرت ترجع بالمباراة ضد فريق صعب زيوتشار مع مدفن محترم كابتن المصطفى لكن الحمد لله يمكن بشكر اللاعب على اداء النهاردة والروح اللي كان مقودية عليها تدوصا بعد ان تداخر بهدفها الامره بتبقى صعب شوية لكن الحمد لله لعبها كانت رجالة وادت بروح لحتى اخر دية ودنا الحمد لله ان احنا نجيب الجولة تانية ونكسب ونزود ثلاث نوعات في جوع بيتنا بيراميز السناني ممكن يكون طمعان بقوة في البطولة والله كابتن سيف لسه يعني لسه بادري لاننا 18 مباراة لسه باي 16 مباراة لكن ناخد كل مطش بمطش وعندنا مباراة اللي جاية مباراة المصري مباراة تكون صعبة جدا مباراة العرب جاس فان محترم بفريق محترم سادس سادس مصر وينكن كسب نضى كيش وعند 7.30 نقطة فمباراة تكون صعبة فاحنا بنفكر كل مطش بمطش حاليا لكن الدوري بالنسبة لانا شايف ان المرشح الاول للدوري يعني هو النادي الاهلي صوصا هو لسه بيرو خمس مطشات نتأخر عن لنا ولا كوتيبهم عايبو فينا بنقطة وحمل اللقب الموسم من الفات فاعتقد النادي الاهلي هو المرشح الاول والمرشح التاني مينة كابتن والله هتبقى منافع يعني يعني ان شاء الله يعني فيه ناس كتير انا شايف ان فيه فرق كتير بتنافس موجودة كبيرة المصري وزد ومبي ونادي الزمالك طبعا ما نعطرش حد ما اخلطت البرح ما اسموحا ما نعطرش ان احنا سبعين من المنافسة على الدور يعني ففيه فرق كتير بتتنافس يعني الدوري صعبة السنة دي وزا ما قلت احنا نتركزين احنا كنادي بيرامد ان شاء الله ان احنا كل مطشو مطشو ونشوف ان ان شاء الله هنوصل لحد فين يعني رأيك كابتن في المباراة تحكيميا لا مباراة كابتن جيدة انها ده كابتن نقدر امر الدور يمكن كان فيه شوية فاولات كده في مصر المرأة كان ممكن تتقالنا كان فيه شكل ان احنا ممكن كان لنا ضرب الجزاء في الشوت الاول في اللي هو في التحمع مع ما يلي في الشوت الاول بالراس كان اللي هو تخبط فيها براسه دي وحصل له شيء باحتجاب في المخ وراح المستشفى فكننا اعطاها زيدي كمون كنت حسنا ضرب الجزاء لكن في النهاية كابتن نادر للامر الدورة قدر بشكل كويس ومضرب الجزاء لاخيرها كان صعب على اي حاكم ان هو يحدبه لكن الحمد لله كنا نستحق ان احنا حسنا ضرب الجزاء دي ونكسب بينا مبروك كابتن وبالتوفيه ان شاء الله لبيرامدس وبالتوفيه لحضراتكم في القادم شكرا الله بارك تكا كابتن سيف شكرا جزيلا كابتن محمد ناجي جد مدرب العام لنادي بيرامدس واحد من الشخصيات المحترمة جدا